هل روح لموضوع اقتصاد بص بقى ابو نظار تسع سنوات من السياسات النقدية والمصرفية الفعالة مركز الاعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير مهم جدا 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 ده ضمن مجموعة اللي هي بتاعت اين كنا وكيف اصبحنا هذه السلسلة الرائعة قطاع المصرفي مؤشر قوة وصلابة الاقتصاد احنا نبراحبا كنا نتكلم مع دكتور مصطفى بدرة طوله هو احنا يا فندم خلال التسع سيين اللي فاتوا تخلفنا عن معاد واحد ابدا طيب تعالنا نشوف احنا كنا فيه زمان في 2013 فتش فتش قالت ايه بقى قالت القطاع المصرفي المصري عنده صعوبات كبيرة وتتجه نحو المخطر الاقتمانية يعني مش هنسدد والمخاطر المتعلقة بالعملات الاجنبية يعني معناش والارتفاع في ظل الظروف الحالية يعني تضخمات مزهلة ومخيفة وخاصة على المدى القريب خد بالك بقى القريب في ظل استمرار الافتقار الى سياسات واضحة من جانب الحكومة والبنك المركزي ده 2013 2023 نفس دات المؤسسة فتش ده مش 22 ده 23 يا مولانا بيقولك توفر اسعار الفائدة المرتفعة والاعتماد على سندات الخزانة مصدرا مستقرا نسبيا للربحية للبنوك المصرية وانا توقع نمو قوي في القطاع المصرفي خلال العشر سنين اللي جاية ويوجد مجال كبير للتوسع بالخدمات المصرفية وهناك امكانية كبيرة لتوسيع قاعدة المودعين بالبنوك ده فتش خد بالك الكلام اللي قالهم برح دكتور مصطفى بدرة كنا بنتكلم فيه على الاساس ايه على الاساس كلام صندوق النقد الدولي اللي بيتكلم بشكل ايجابي جدا على مصر واللي تكلم على انه مصر بتسدد في المواعيد وانه الطروحات اللي تعاملته والصفقات اللي تم اتمامها ببات تقريبا واحد وتسعة من عشرة مليار دولار انما تدفع بالمزيد من الموثوقية في الاقتصاد المصري وفي هذه الطروحات وتشجع الاستثمار الاجنبي المباشر الاستثمار الاجنبي المباشر ده اللي هو المستثمرين العرب والاجانب يبدأوا يخش حطوا فلوس جو مصري يستثمروها في المصانع والمشروعات المختلفة مش الهوت ماني حاجة تانية خالص يبقى الكلام بتاع انبارح صندوق النقد ادي واحد الكلام بتاع فتش اهو في نفس دهات العام عشرين تلاتة وعشرين يقولك ايه احنا في التمام طب تعال اخذك على البنك الدولي مش صندوق النقد الدولي في 2013 قالوا علينا يتعرض الاقتصاد المصري لمجموعة من الصدمات ساهمت في زيادة تعرض البنوك للمخاطر خد بالك كلهم كانوا بيتكلموا على انه البنوك في مصر في 2013 اسطر علينا يا رب كله كان مرعوب على البنوك اللي في مصر التوقعات كلها بنهيار مصرفي طبعا الاخوان كانوا جايبين مننا الارض تلت ومتلت مش شككوا العالم هم خلوا العالم لف ظهره وقال يا فكيك بسبب الاخوان بس عشان تبقى فاهم وارجع للتقارير الدولية اللي استثمار في مصر كان بالسالب من الصفر اللي كان عنده قرشين سحابهم ومشي حتى الاستثمار المحلي ما بيقولك دايما رأسا ما الجبان خب بعضه ومشي طب الاجانب مشي مش سابوها لو سابوها هيبقى صفر ده مشي صفر لا ده بالسالب ناجاتف طيب يجي البنك الدولي نفسه في عشرين اتنين وعشرين يقول القطاع المصرفي في مصر قادر على الصمود امام الازمات ويتمتع بالخفاض في نسبة القروض الى الودائع وده اللي بيشير الى استقرار القطاع وفرة السيولة فاحد ممكن يسأل لي يوسف انا اهميت ده بالنسبة لي المؤسسة الدولية هاي اللي بتقولك القطاع المصرفي في مصر ايجابي نصا اهو يتمتع بالخفاض في نسبة القروض يشير الاستقرار القطاع وفرة السيولة توسيع قعدة المدعين بالبنوك ده هم اللي بيقولوا فتش والبنك الدولي تعال وريلك البنك الدولي اسف تقرير تنمية البشرية الصدر عن الامم المتحدة في عشرين عشرة كان بيقول ايه عشرين عشرة عشرة تبقى المعوقات المالية قائمة والتي تعترض البدء في اقامة المشروعات الصغيرة كان نظاما لا يلتفت على الاطلاق لا للفئات الاكتر استحقاق ولا فرق مع اقتصادهم ولا فرق مع توفير لهم مشروعات ولا تمولات ولا انه خرجوا من مرحلة العوز لمرحلة الاستغناء المالي والقدرة على الاعتماد عن النفس ولا فرق معاه ده تقرير ام التحدة ده مش تقرير يوسف هم اللي بيقولوا كده على الفين وعشرة ولا احداشر ولا اتناشر الفين وعشرة خلي بقى العائل هاتي فيطلعوننا على تويتر تبقى المعوقات المالية قائمة والتي تعترض البدء في اقامة المشروعات الصغيرة في ضوء القصور الواضح في نظام تمويل القروض للمشروعات الصغيرة متنهية الصغر يعني انا مش مهم عندي الفئير مهم الودي بقى غاني ويهايس وانبسط فئير مين يا عم احنا بتوع فقرة اضبطلي الاغنية كده ودلعهم ده كلام تنمية البشرية تقليل تنمية البشرية الصدر عن الام المتحد مش احنا طيب ما تيجي نشوف كده هم قايلين ايه علينا احنا بقى عشرين واحد وعشرين اتخذت مصر عدة اجراءات لاتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتنهية الصغر وزاد حجم الاقتمان الموجه لتلك المشروعات على مستوى القطاع المصرفي يهمني في ايه يا يوسف حضرتك اتقدم للبنك بمشروع متنهي الصغر وصغير وهتاخد التمويل ومية فل واربعتاشر وهتشتغل وهتحقق فلوس وهتكسب وهتخرج برة مرحلة العوز واللي احتياج الى اي معونة او اي مساعدة الى انك انت اللي بتكسب وبتمبسط اللي بعده طيب تعال نشوف الرؤية الدولية لقطاع المصرفي ده بانكر بيقولوا ايه بيقولوا خد بالك بقى هيجيب لك من اول الكورونا على الرغم من ان جائحة كورونا دفعت البلوك في العديد من الدول الى اغلاق فروعها في جميع انحاء العالم ده كلام ده بانكر مش انا طيب الا ان البلوك المصرية نجحت في تعزيز وجودها كما انه من المتوقع ان تصمد نسب رأس المال التنظيمي للبلوك المصرية لكونها مدعومة بايه بتوليد رأس مالي داخلي قوي على الرغم من التحديات الاقتصادية الرهنة دي بنوكك طيب تعالى نشوف السندوق بيقول ايه السندوق بيقول سندوق النقد يستمر قطاع المصرفي المصري في اظهار قدراته على الصمود امام التحديات انا بشوف الجملة دي بالزبط كده اروح عمق كده اظهار قدراته شد البايسبس عارف انت البوزيشن بتاع 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 تستعرض البايسبس بتاعك اللي هو العرض الشهير ده بتاع البلايسب قدراته ايه كده وصل البايسبس عرض ازاي وندخل على خمسين الله اكبر ما شاء الله حاجة عظمة زي البنوك المصرية احنا جمدين اوي اوي ودرجة الموثوقية في البنوك المصرية رفيعة المستوى هم اللي بيقولوا ده صندوق النقد الدولي طب تعالي بقى ونكمل ويقولك ايه وتظهر مؤشرات السلامة المالية اعتبارا من يونيو عشرين اتنين وعشرين ده في عز الحرب الاوكرانية طيب قطاعا مصرفيا على السيولة آه عالي السيولة عالي السيولة لديه مستويات كافية من رأس المال وحصص منخفضة من القروض المتعثرة طيب خش على اكسفورد بيزنس جروب مجموعة اكسفورد للاعمال ساعدت سنوات من التنظيم المالي الدقيق في انشاء نظام مصرفي قوي في مصر حيث تميز بارتفاع معدلات كفاية رأس المال وانخفاض مستويات القروض المتعثرة متجنبا بعض من اسوأ العواقب الاقتصادية للازمات وعلى رأسها كورونا دمين اكسفورد الاعمال خش على ستاندرد اد بورز بيقولوا ايه بيقولوا اتمتع القطاع المصرفي في مصر بسيولة محلية قوية مع نسبة منخفضة للقروضة الى الودائع وتتمتع الودائع داخل النظام المصرفي المصري بمعدل نمو ومرتفع كما انه قرارات البنوك بتقديم شهادات اداء عالية العائد من المتوقع ان تزيد من الربحية الله معقول يعني انا عندي سيولة عالية ورأس مال كبير وقروض متعثرة شديدة الانخفاض والودائع بتاعتي اكتر يعني كلام الاخوان اي كلام يعني اخدوا ورميه في سلة المهملات ده كلام الاجانب مش كلام مصر ده مش كلام البنك المركزي المصري ده مش كلام الحكومة المصرية ده مش كلام مجلس الوزراء ده كلام الاجانب هم اللي بيقولوا ان القطاع المصرفي يتمتع بالسيولة وقوي بل وواعد ومستقبله ممتاز فلما حضرتك بتيجي تحط الاستثمار الامن احنا بتسمي الحاجات يقولك الاستثمار الامن اللي هو ايه حط في الشهادة اامن اه حلاص انا عارف انا حطيت الميت جنيه دول يعني تجاب لي النسبة دي كل سنة يقسمها على 12 شهر انا عارفت عندي كل شهر قد ايه الاخوان خوفوك الاجانب هم اللي بيطمنوك هاو طيب تعال نشوف موديز قاله ايه قاله يتسم هيكل التمويل لدى البنوك المصرية بالاستقرار الى جانب سيولة وقائية كبيرة وقائية اي تحول دون وقوع الازمات وان حدثت تستطيع التعامل معها بايه سهاء سهولة وسلسة ويسر فضلا عن ربحية قوية ده برضو انا اجيب لك هنا خمس شهادات لخمس مؤسسات قبلهم واحد اثنين ثلاثة تلت شهادات لأكبر مؤسسات ملايا في العالم كلهم بيتكلموا عن القطاع المصرفي ايجابا على وضعه ايجابا على مستقبله ومستقبل واعد جدا اما بيتكلموا هنا بيقولك العوامل بمقدورها مع الموازنة المخاطر التي قد يواجهها القطاع المصرفي بسبب الازمات خش على بعده ثلاثة طيب ازاي الثقة تنمو ثقة المصريين تنمو في القطاع المصرفي اقولك تعالا بص يا ترى هل ترى هل في تنامي لثقة المصريين في القطاع المصرفي انا كل مرة بضرب لك المثل لو تفتكر بشهادات قناة السويس كانت شهادات اظن 12 ونص في المئة سنوي ان لما حطش الشهادة ضعت عليه خسارة والله العظيم كانوا قرشين حلوين دو ساهموا في تعليم العيال طيب حجم الودائع لدى القطاع المصرفي اكتر من خمس اضعاف زيادة في اجمال الودائع في مارس 2014 كان عندنا 1 و 4 من 10 تريليون جنيه ودايع مارس 23 تدشود ما شاء الله 9 و 2 من 10 تريليون جنيه ثقة دي ولا مش ثقة طيب التوزيع النسبي للودائع في مارس 20-23 بالعملة المحلية والاجنبية تعالا كده نشوف مع بعض يا ترى القطاع العائلي عامل ايه يا روز فروح يا نوفمبر تعالا يا نوفمبر ايوة ايه بالنظارة بص يا عم القطاع العائلي هاوسهولد 59 و 2 من 10 في المية الناس احنا انا وحضرتك طيب تعالا نشوف القطاع الحكومي 22 و 2 من 10 في المية طيب قطاع الاعمال الخاص 15 و 6 من 10 في المية طيب قطاع الاعمال العام قال لك 2 و 3 من 10 طيب العالم الخارجي قال لك ايه بقى قال لك 0.6 في المية طيب الشيكات والحوالات المشتركة 0.1 في المية دي التأسيمة طيب تعالا نشوف بقى تحسن القطاع المصرفي في مارس 14 الى مارس 23 مارس 14 احنا قلنا عندنا السيولة المحلية كانت 1 و 4 من 10 السيولة محلية وصلت ل 8 تريليون اجمال الودائع وصل ل 9 و 2 من 10 تريليون تعالا نشوف اجمال الاصول وده مهم جدا بالمناسبة الاصول ده شيء مهم قوي 1 و 8 من 10 تريليون في 2014 حضرتك عارف في مارس وصله لقد ايه اصول 13 تريليون يجي يقولك ده تقييمكم هو انت فاكر ان احنا فاتحين كوشكة حاجة سقعة تحت بيه لا مش كوشكة حاجة سقعة هو تحت البيت قطاع مصرفي يعني بنك مركزي بنك مركزي يعني القطاع المصرفي الدولي يعني كل اشياء بتتقيم بميزان الدهب كل اشياء فتقييمه الاصول بمنتهى منتهى منتهى 3 منتهى الدقة طيب ارصدت التسهيلات الاقتمانية كانت 0.6 تريليون ارصدت التسهيل الاقتمانية وصلت ل 4.5 تريليون طيب تعال نشوف التوسع في نشر الخدمات المصرفية في كافة انحاء الجمهورية ديسمبر 2014 كان عندي 7,290 مكنة ديسمبر 22 بقوا تقريبا 22 ألف مكنة حاجة عظيمة طيب عدد بطاقات الاقتمان كانوا 2.5 مليون بقوا 5 مليون اضاعف وش عدد المكانات 3 اضعاف تقريبا طيب وغير طبعا الطبيقات اللحظية والتحويل المباشر عبر الهاتف والمحافظ طيب الـ P.O.S. نقاط البيع كانت 50800 نقطة بقت 198 1800 نقطة الـ P.O.S. دي بالمناسبة المكنة اللي انتم تدفع بيها لما بتروح تتغدى ولا تشتري حاجة محتاجة بتاع التريرين كده دي أنا زدتي دي ما بحبهاش لانا معناها انها بدفع فأهو الله نفسي مرة أعمل يتخطري فيها فلوس مش تتساعد منها فلوس طيب تعال نشوف زيادة عدد فروع البنوك مارس 2014 كان عندنا البنوك كان عندنا 3690 عدد فروع البنوك بقينا 4649 تعال نشوف أسعار العائد على الليلة الوحدة في يونيو 2014 كان الكوريدور بتاعنا 8.4% دلوقتي أنا عندي 18.4% هتيجي تقول لي يوسف انت رأيك 18.4% دي حلو أقولك يا حلوة انها بتحافظ على فلوس الناس أنا أمل حياتي إيه؟ أمل حياتي انه احنا ما نحتاجش كل ده انه معدل التضخم ينخفض ومنسمى أسعار الفايدة هتنخفض ومنسمى الناس تبع عندها قدرة أكتر على أنها تقدر تستخدم فلوسها ما بين الانتاج وما بين الاستهلاك اسأل نفسك السؤال ده هو واحد ما سددناش استيدي سمر؟ سددنا لا سمح الله حصل لنا أي شكل أشكال الإفلس؟ بصلي القاعدة الرأس مالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر إحنا كان عندنا تقريبا 13.7% ده القاعدة الرأس مالية الترجيح النسبة بتاعتي لأوزان المخاطر أنا دلوقتي وصلت إلى 17% فأنا قدرتي على موجة المخاطر قاعدة عمالها بتكبر طيب رأس المال الأساسي المستثمر في الأصول المرجحة بأوزان المخاطر 10.4 من 10 بقت 10.8 من 10 بتسعة سنية طب تعال نشوف الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بقت إيه بقى؟ فأوزان المخاطر برضو كانت 11.4 من 10 بقت 13.8 من 10 انخفاض النسبة إيجابي جدا وهذا الانخفاض يستخدم لقياس جودة الأصول النسبة كانت تسعة وثلاثة من 10 اللي بورتقاني اللي هناك دي بما إحنا كنا بنتكلم على بعثي الإنستجرام بتاعك أورنج الأورنج اللي هناك والجرين فالأورنج اللي هناك تسعة وثلاثة من 10 الجرين الأخضر ده ثلاثة وخمسة من 10 في الحتة دي كلما انخفضت النسبة كلما زادت الجودة في الأصول بتاعتك تعالى ده معناها جماعة ان انت الكورونا والحرب والأزمة الاقتصادية العالمية بتاعت الكورونا وبتاعت الحرب كل ده وانت قدرتك على مواجهة الأزمات وجودة أصولك بترتفع فانت شوف قدرتك على مواجهة الأزمة واصلة عاملة ازاي تعالى ناخد صفحة 5 اه الصفحة قبل الأخير تعالى أيوة هي دي طيب مؤشرات السلامة المالية برضو المؤشر ده اللي هو مؤشر ربحية والتحسن بتاع النسبة كلما ارتفعت إذا انت ماشي في الإطار الإيجابي يعني أخضر هتلاقي هنا إيجابي ده مؤشر بيقص صافي الربح عن آخر سنة مالية معتمدة وبنعمل التنسيب بتاعه للأصول وحقوق الملكية طيب العقد على متوسط الأصول كان 1% بقى 1.2 من 10 طيب العقد على متوسط حقوق الملكية كان 14.5 بقى 17.7 من 10 طيب صافي هوامش العائد كان 3.8 من 10 ولا دالة سابتا برغم كل الأزمات لـ 3.8 من 10 برضو طيب لقد أنا عندي زيادات فين فالعائد على متوسط حقوق الملكية والعائد على متوسط الأصول تعالى نشوف السيولة المؤشر بيعكس قدرة البنك على إيه الحاجة اللي بيعودوا يخوفوكم منها العالة تحت الإخوان دي الوفاء بالالتزام عند استحقاقه دون تكبت خسائر غير مقبولة متوسط بقى نسبة السيولة الفعلية من العملات الأجنبية لدى البنوك 2014 مولهنا احنا كنا 59% دلوقتي نعندي السيولة فعلية من العملات الأجنبية بـ 75.3 من 10 فين يا يوسف الكلام ده أقولك الربع الأول من 20-23 هذه أرقام لا تقبل الشك أو التأويل أو العبث دي أرقام قدام الدنيا لو الدنيا لقيت إن إحنا يعني عندنا في الأمور أمور لأ دا الدنيا تطلخبط فوق دماغنا ما فيهاش زار تعال نشوف الأوراق المالية للأصول كانت نسبتها 21.18 دلوقتي بقت 26.23 طب ما تيجي نشوف القروض للوداع بالعملتين المحلية والأجنبية مع بعض كانت 41.5 بقت 48.9 خش على الصفحة الأخيرة لا بجك بخير قوي قوي طيب أنا عندي احتياطات دولية وكافية لعدد من الشهور لتغطية الواردات طب الصافي بتاع الاحتياطات الدولية دي بتاعتي قد إيه عندي نسبة زيادة صافي الاحتياطات الدولية مية وتمانية من عشرة مية وتمانية في المية واربعة من عشرة دي الزيادة ليه؟ لأننا كنت في يونيو 16.7 من عشرة في يونيو 23.23 بقت 34.8 من عشرة عدد شهور تغطية الواردات كانوا 3.5 شهر بقنا 5.6 من عشرة طب شوفوا العملات الأجنبية اللي كانت عندي العملات الأجنبية اللي كانت عندي كانت تقريبا 13.5 مليار دولار بقت كان بقت 26.2 من عشرة مليار دولار طب أنا عندي دهب بقد إيه؟ كان عندي زمان في إبريل 14 دهب قيمته 2.7 من عشرة مليار دولار تاتش وود بقنا 8 مليار دولار أقبر ما يبقوا 80 مليار دولار الدهو قدود طيب وحدات حقوق السحب الخاصة كانت سحب خاص بقى إيه؟ ما أقولكش سحبها بترتكز على 6 عملات دولية وطبعا يعني كانت عبارة عن الدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني واليين الياباني بالمناسبة وطبعا الجنيئ الإسترليني كان عندنا 1.3 من عشرة مليار دولار وصلنا الكام؟ نزلنا بيها في 23 لـ 300 مليون دولار أيوة كده طب قروض صندوق النقد قروض صندوق النقد أنا بقى كان علي تقريبا 0.08 مليار دولار دلوقتي هم صفر زيرو 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 آخر صفحة هي دي؟ خلصنا الحقائق والأرقام وصلتك لإيه؟ اتطمن 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 على السياسة النقدية والأوضاع المصرفية المصرية ده نبرى واحد زود ثقتك أكتر وأكتر الدنيا زي الفل زي الفل ملكش في المشروعات والحواديت خب بعدك روح على البنك وحط حكتك في الشهادة وميت فل